وإذا كان المؤمن يؤمن بالبعث ولا بد أن يؤمن به ويعلم أنه قريب لكنه لا يعلم متى يكون فينبغي أن يكون مستعدا له فإن الإنسان بين القيامتين القيامة الصغرى التي تفجأه فوالله لا يدري قد يصبح قويا صحيحا ثم فجأة ينادى في الناس قد مات فلأ وإذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث لا تدري يا عبد الله متى يأتي أجلك ومتى ينقطع عملك فينبغي أن تكون على استعداد لا يمر بك زمن فيه خير إلا وقد اغترفت من ذلك الخير لا تضع وقتك فإن الموتى يأتي فجأة قريب منا مخبأ عنا لا ندري متى يكون ولا ندري متى ينادى علينا ولا ندري متى يقال فلان قد مات رحمه الله والقيامة الخبرى علمها عند الله لكنها والله قريبة فينبغي أن يكون هم الإنسان الاستعداد لذلك اليوم للمستقبل الحقيقي الدائم أن ينظر دائما ما قدم لغد في كل يوم يصح فيه ينظر ما قدم لغد يستعد ليوم القيامة ولذلك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها متفق عليه أي أنه لا ينبغي أن تسأل متى الساعة فإنه غيب مكنون وإنما الشأن ماذا أعددت للساعة